بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلن هيانة رئيس الدولة حفظه الله ورعاه رسالة خطية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة تتصل بالعلاقات الثنائية وتتضمن دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 28 والمقرر عقده بمدينة إكسبو دبي في شهر نوفمبر المقبل بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلن هيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة أنجي دودا رئيس جمهورية بولندا بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسمو الشيخ منصور بن زايد آلن هيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان رئيسة برقية تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس أنجي دودا وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتوفير كافة أشكال الدعم للأشقاء السودانيين الموجودين على أرض دولة الإمارات ممن توقفت رحلاتهم وسفرهم إلى بلدهم جراء الأحداث الاستثنائية الطارئة في السودان ووجه سموه بالبدء الفوري لتقديم الدعم ومتابعة كافة شؤون الأشقاء العالقين في دولة الإمارات وضمان توفير وتلبية الاحتياجات اللازمة لهم سواء في المسكن والرعاية الصحية اللازمة والأمور الحياتية الأخرى والعمل مع كافة الجهات المختصة لضمان عودتهم إلى الجمهورية السودانية في وقت لاحق بشكل آمن